هذا وكانت الوزارات والمؤسسات قد واصلت إجراءتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في المملكة تزامنا مع استمرار تفشيه دوليا وأعلانه وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية قرارات وتعميمة رسمية جميعها تدعو إلى مزيد من الاستعداد واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتفادي الوصول إلى درجة الخطورة التي بلغتها دول أخرى بسبب فيروس كورونا عدد من الوزارات أعلنت إلغاء العمل ببصمة الدوام وعدد من النشاطات تقرر إلغاؤها أو تأجيلها ومن ذلك تأجيل انتخابات نقلات الصحفيين التي كانت مقررة الشهر المقبل وزيراء الصحة والأوقاف اخترى الاقتراب أكثر من عادات المواطنين وتقديم هذه الإرشادات بطريقة خاصة مرض كورونا بنتقل في المصافحة لأنها ملامسة ولذلك لازم نغير عاداتنا ونسلم بدون مصافحة شكراً ما عليك على هذه التوجيهات التي لازم نأخذ فيها توجيهات وزارة الصحة وهذا يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ النفس الإنسانية والحفاظ على حياة الإنسان وينطبق مع القاعدة الشرعية التي تقول لا ضرر ولا ضرار شكراً لكم بارك الله فيه على مستوى المدارس والجامعات ومنذ الحديث عن التوجه نحو التعليم عن بعد ثار جدل بين التربويين وأولياء الأمور حول مدى نجاعة الاستعدادات وقابلية المجتمع لمثل هذه الخطوة فيما أظهر استطلاع أجرته رؤيا أن أكثر من 80% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع لا يعتقدون بأن جامعاتنا جاهزة للانتقال إلى التعليم عن بعد لماذا احنا تأخرنا في عملية التعليم الإلكتروني مع أنه صرفنا عليها الملايين منذ بداية الألفية يعني تجربة الدكتور خالد طوقان في التعليم الإلكتروني بعدما ما شفنا من نتائجها إطلاقاً مع أنه صرف عليها الملايين لماذا لا يكون هناك تقييم لمبادرات ضخمة جداً تكلف الدولة مبالغ طائلة ونتركها هكذا الكوادر الصحية والبلدية في عدد من المحافظات باشرت إجراءات التعقيم والتوعية في المدارس والمؤسسات وبين أفراد المجتمع كان عندنا أحد الحملات أيضاً التوجه إلى الدوائر الحكومية والمدارس بشكل عام من خلال عمليات الرش الوقائي والنظافة والمحافظة على التعقيم وإطلاق مجموعة من البوسترات والمطويات والمنشورات التي تحث على الوقاية والنظافة وتحث على المحافظة على الذات والمحافظة على الجوار فعليتنا اليوم كانت توعوية حبينا نوعي النات على مرض الساعة لهو الكورونا طبعاً هو مرض أخذ بجوز أكبر من حجمه هو أبسط من هيك هي أعراض بتطلع أعراض أنفلونزا عادية استفدنا طرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسنا من الإصابة من فيروس كورونا وتجنب الإختلاط وتجنب الملامسة وأيضاً ما أسباب فيروس كورونا والعديد من المعلومات المطيمة والمفيدة ومع تواصل الاستعدادات نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها على فيسبوك عرضاً لتعليمات الحجر المنزلي وشروط تطبيقها والفئات الواجب إخضاعها لهذا الحجر تجنباً لانتشار الفيروس على نطاق أوسع دولياً ورسمياً أصبح كورونا وباء عالمياً بقرار من منظمة الصحة العالمية التي أشارت رغم ذلك إلى تعزيز إجراءات الدول للتصدي للفيروس كفيل بالسيطرة عليه أبرز هذه الإجراءات خارج الصين تمت في إيطاليا التي أعلنت سلطة قرارات تتضمن حظر السفر إلا في حالات الضرورة وإغلاق المتاجر وحظر التجمعات وفي رد على القرار الأمريكي فرض الحظر على القادمين من دول الاتحاد الأوروبي عبر مهدات الاتحاد عن استياءهم من اتخاذ القرار من جانب واحد ودون تشاور معهم في منطقة الشرق الأوسط أعلنت إيران تسجيل 75 وفاة جديدة في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد كما سجلت وفيات جديدة في دول أخرى من بينها لبنان والجزار ترجمة نانسي قنقر